يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله يقول من العادة عندنا أنه إذا رزق شخص بمولود يجتمع في بيته الناس في اليوم السابع ثم يقوم أحدنا فيوزع التمور على الحاضرين ثم يعلن اسم المولود هل يعد هذا من البدع؟ أما أنه يسميه في اليوم السابع ويختنه يختن الذكر ويحلق راسه فهذه كلها سنة في اليوم السابع هذا أفضل وكذلك أنه يذبح العقيقة في اليوم السابع ويجمع الناس وأصدقاءه عليها هذا سنة هذا سنة أما غير هذه الأمور هذا من البدع نعم ولا يوزع تمر المشروع أن تذبح العقيقة هو أنهم يكلون منها الحاضرون يكلون منها هذا هو السنة ما توزيع التمر هذا بدعة نعم أو توزيع الحلوى نعم ترجمة نانسي قنقر